مواكبة لزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة نقل الغاز والطلب المتزايد عليه تفتتح شركة أوكيو لشبكات الغاز في السادس والعشرين من الشهر الجاري الخط الجديد لشبكة الغاز مشروع سيب في محافظة ضفار بتكلفة 76 مليون ريال عماني وبطول 208 كيلو مترات وتبلغ نسبة القدرة الاستيعابية للمشروع 60% لتصل إلى 16 مليون متر مكعب من الغاز يوميا يأتي هذا المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية التي نفذت مؤخرا وإن شاء الله سيفتم الاحتتاح نهاية هذا الشهر هذا مشروع استراتيجي يأتي استيابة للنمو المضطرج خصوصا محافظة ضفار النمو الاقتصادي على مختلف المستويات الحمد للعرب العالمين نتعمل إن شاء الله أنه يكون زيادة السعة الاستيعابية لشبكة الغاز في محافظة ضفار بنسبة 60% من 10 مليون متر مكعب يوميا إلى 16 مليون متر مكعب إن شاء الله وتطرق اللقاء الإعلامي إلى البنية الأساسية لشركة أوكيو لشبكات الغاز إذ يبلغ إجمالي حجم نقل الغاز إلى جميع المحافظات 120 مليون متر مكعب يوميا كما تشغل الشركة أنابيب بطول يتجاوز 4000 كيلو متر مع وجود 25 محطة لتوريد الغاز وثلاث محطات ضغط بالنسبة للخطط المستقبلية للشركة الحمد لله في الكثير من أو العديد من المبادرات حاليا التي قيد الدراسة نعمل مع الجهات المعنية سواء كانت في وزارة الطاقة والمعادن أو شركة الغاز المتكاملة بحيث نقوم بدراسة بعض الفرص مشاريعنا بجديدة والتي إن شاء الله ستزيد من السعة الاستيعابية طبعا هذا يعتمد على الخطة المتكاملة التي تضعها الجهات المعنية في السلطنة وإن شاء الله سوف يكون هناك بعض المشاريع في خصوصا منطقة التخم ونتأمل نفس الشيء إن شاء الله في شمال عمان في صحار قد يكون هناك مشروع ثاني سوف يعلن عنه إن شاء الله قريبا والذي سيزيد من السعة الاستيعابية أيضا للشبكة في السلطنة هذا ومن المتوقع أن تنمو شبكة الغاز الطبيعي لشركة أوكيو بمعدل ثلاثة بالمئة في المتوسط خلال فترة مراقبة الأسعار بينما وصلت نسبة التعمين بالشركة إلى أربعة وتسعين بالمئة ترجمة نانسي قنقر